ابيا المكان المعروف لغزوات القاعدة والساحة المناسبة للعبة الارهاب متى مقتضت الحاجة للعب وخلط الاوراق ويبدو ان الوقت اضحى مناسبا لبدء جولة جديدة من اللعب او من الحرب على الارهاب او من حرب الارهاب على الوجود العسكري لقوات الحزام الامن المدعوم من الامارات ليس المهم التوصيف بقدر ما يقتضيه الحدث من توقف لبحث تفاصيله وابعاده وفي التفاصيل تحكي مصادر امنية لقناة بالقيس ان قوات الامن تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المواقع العسكرية التي سقطت بيد عناصر تنظيم القاعدة في مديرية المحفد شرق محافظة ابيان مضيفة ان المسلحين شنوا هجوما عنيفا على معسكرات تابعة لقوات الحزام الامن في وادي الخيالة وهو ما احدث حالة من التوتر بعد سقوط المدينة وانسحاب القوات الامنية وبحسب المصادر ايضا فان قوات امنية مشتركة دخلت مديرية المحفد وتمكنت من فرض السيطرة عليها بمشاركة طيران التحالف الشاهد في الامر ان عملية المحفد جاءت بعد يوم واحد من تفجير قسم شرطة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة الذي تبنته داعش والذي تزامن ايضا مع الهجوم الصاروخ لمليشيا الحوثي على معسكر الجلاء ما يعني ان العاصمة المؤقتة وما حولها عادت مجددا الى مربع الصراع